اعزائي المشاهدين وكذلك مسؤوليات الإعلام والتزاماته تعرفنا أعزائي المشاهدين في الحلقة السابقة على مفهوم الاتصال الجماهيري بأنه اتصال منظم ومدروس يقوم على أساس إرسال رسالة علنية صادرة من قبل مؤسسة اتصال جماهيري تستهدف جمهوراً واسعاً أعزائي المشاهدين سنتعرف الآن على أهم الوظائف التي يقوم بها الاتصال الجماهيري ومن أبرزها أولاً جمع ونشر المعلومات الخاصة بالأحداث التي تقع في المحيط أي تزويد الجمهور بأخبار ما يدور حولهم ثانياً نقل الموروث الاجتماعي أي نقل ونشر المعارف والقيم والتقاليد من جيل إلى جيل وهي وظيفة تعليمية بطبيعتها كما يقوم الاتصال الجماهيري بوظيفة ترفيهية والمقصود بها كل ما ينتج ويداع من برامج ترفيهية موجهة إلى الجمهور بشكل عام أو إلى فئة محددة بحسب طبيعة المادة الترفيهية ومن وظائفه أيضاً الإعلان والإعلان عبر وسائل الاتصال الجماهيري يقوم بمهمتين رئيسيتين تتعلقان أولاً بتنشيط الاقتصاد وثانياً توفير دخل ثابت لوسائل الإعلام ومن الوظائف المهمة للاتصال الجماهيري أيضاً هي التنشئة الاجتماعية والمقصود بها اكتساب المعايير والقيم والسلوكيات المقبولة اجتماعياً وهي عملية مستمرة مدى الحياة ولأن المرء يتعرض الإعلام بشكل مستمر فإن وسائل الإعلام تلعب دوراً في التأثير على تشكيل التنشئة الاجتماعية للفرد ومن الوظائف الأخرى للاتصال الجماهيري هي تحفيز التنافس وذلك من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح ما يسهم في تحفيز طموح الأفراد ويقوم الاتصال الجماهيري بوظيفة مهمة أيضاً وهي المناقشة والحوار إذ يوفر الإعلام الفرص والمساحة لطرح الأفكار المختلفة والمتباينة ونقاشها الأمر الذي يسهم في تشجيع إقامة الحوار الاجتماعي البناء والوظيفة الأخرى المهمة للاتصال الجماهيري هي التعليم حيث يعمل الإعلام على نشر المعرفة الإنسانية وتعميمها ما يسهم في إثراء العقل وتطوير قدرات الفرد كما يقوم الاتصال الجماهيري بوظيفة التقارب الاجتماعي حيث يتيح الاتصال الجماهيري الفرصة للفرد التزود بأخبار وأنباء محيطه الاجتماعي والإنساني محلياً ودولياً الأمر الذي يزيد من فرص التعارف والتقارب الاجتماعي وأخيراً يقوم الاتصال الجماهيري بعملية تثقيف المجتمع وذلك من خلال نشر الإبداع الفني والثقافي وحفظ الطراث وتطويره وتحفيز المواهب والإبداع وبالانتقال إلى القسم الثاني من حلقة اليوم أعزائي المشاهدين دعونا نستعرض سوياً بعض التأثيرات السلبية على الفرد والتي تنجم عن وظائف الإعلام والاتصال الجماهيري أولاً الإكثار من الأخبار قد يؤدي إلى زيادة التوتر والقلق ويقود الانتغاء والإنعزالية والانسحاب من المشاركة في الحياة العامة ثانياً إن تحليل الأنباء وتقديم الإجابات الجاهزة للفرد قد يؤدي إلى اعتماده بشكل كبير على هذه الوسائل وإجاباتها التي تقدمها ما يمكن أن يضعف ملكة النقد لديه ثالثاً يمكن للبرامج الترفيهية أن تؤدي إلى تصبيت المواهب والقدرات الخلاقة رابعاً على الرغم من أهمية دور الإعلام في إثراء التبادل الثقافي وتطوير المعرفة والانفتاح على الثقافات الأخرى إلا أن المبالغة في هذا الدور قد يؤدي إلى غزو ثقافي واستلاب فكري خامساً التأثير التخديري يقصد به أن وسائل الإعلام تؤدي إلى زيادة المعرفة عند المتلقي على حساب مشاركته الفعلية في الأحداث أما سادساً فمن الآثار السلبية للإعلان في وسائل الإعلام أنه قد تصبح تلك الوسائل فريسة لضغوط وتأثيرات المعلن كما أن للإعلان تأثيرات سلبية أخرى تتمثل في توجيه وتجيع الأفراد على الحصول على سلع استهلاكية جديدة قد لا يكون بحاجة فعلية إليها ما يسهم في خلق مجتمع استهلاكي أما الآن أعزائي المشاهدين فننتقل إلى القسم الأخير من حلقة اليوم الذي نتعرض فيه لمسئولية الإعلام والتزاماته بشكل عام يتحمل الإعلام مسئوليات تجاه المجتمع الذي يخدمه وهذه المسئوليات والالتزامات تتحدد عبر القوانين والتشريعات والمواثيق الإعلامية ومن هذه المسئوليات أولا تزويد الجماهير بالمعلومات الصحيحة والصادقة المتعلقة بالشؤون العامة وإظهار الحقيقة ثانيا لا بد للإعلام أن يكون موضوعيا وصادقا ودقيقا فيما ينشره من معلومات ثالثا الحفاظ على الحياد عند معالجة القضايا الجدلية وإظهار وجهات النظر المختلفة بتوازن أما رابعا تقديم التحليلات التي تتصف بالذكاء والمعرفة وخامسا فإن الإعلام يتحمل مسئولية تجاه القيم الاجتماعية إذ أن الإعلام دور كبير في الحفاظ على القيم الوطنية والتراثية وكذلك دور في التنشئة الاجتماعية وسادسا يتحمل الإعلام مسئولية تجاه الضوء العام والارتقاء به لذا فإنه يقع على الإعلام مسئولية نشر المضامين الهادفة والمدروسة في مختلف البرامج التي يعدها ويبثها عبر الالتزام بتقديم محتوى جيد يرفع من ذوق الجمهور وأخيرا يجب أن تتعرف وسائل الإعلام على جمهورها وخصائصه لتتمكن من تلبية حاجاته إذ أن دراسة الجمهور تسهم في تقريب الإعلام والمؤسسة الإعلامية من الجمهور وتعمل على بناء الثقة بينه إلى هنا عزائنا المشاهدين نأتي إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة المقبلة دمتم في أمان الله ورعايته